وأجد نفسي مستغربا أو الله العظيم أجد نفسي مستغربا أمام بعض رؤساء الأندية اللي النهاردة يعني عايز أقول لكم على حاجة خد ألم على أفاء بشكل غير محترم وكنتش أتمنى أنه يأخذ الألم ده يعني ما كنتش أتمنى أنه هو يأخذ الألم ده بس هو خد ألم صعب خد ألم على أفاء وأعتقد أن الألم ده سيكون امتداد لشلوت محترم عياغده برا النادي لأن النادي الذي ينتمي إليه نادي يطول حياته مشهود له بالإحترام ومشهود له بالهدوء ومشهود له بالرقي ولكن القدر أنك أنت تفاجأ أن عندما تريد أن تصلح فتجد سمسارا يتولى رئاسة نادي كان يعني يشار إليه بالبنان يوما ما وأنا النهاردة بكلمك ده بمنتهى الصراحة يعني لأنني أنا يعني حتى وأنا بتكلم عن اجتماع ربطة الأندية واخد بالك لم أكن أتعمد أن أتحدث على هذا الرجل ولا يعنيني لأن الناس دي إلى حد كبير ما بحبش لا ذكر اسمها ولا أعينها أي اهتمام ولكن استفزني أن أنا خلصت الحلقة وبيت على البيت ليت عمل اللفة بتاعته على القنوات وهو ده بيعمل لفة يعني كل شوية يعمل له لفة وأنا لما قلتلكم أن هذا الرجل يناطح الأهلي وفي دماغه أنه يناطح الأهلي عشان يعمل كبير حضرتكم في ناس كتير ما صدقتنيش يعني في ناس كتير ما كانتش مسدقة أنه الرجل ده بيتعمد أنه يناطح الأهلي عشان يعمل أرف وأزه كان عايز ياخد البطولة بتاعت 2003 كده بالقوة السلاح بالبطقة بالبطقة المطج خلص يروح طير على القنوات أنا البطل أنا البطل أنا البطل مش عارف موضوع الكونفدرالية طبقا للليحة أنا البطل أنا الريئ الكونفدرالية أنا الريئ الكونفدرالية يحصل حاجة في لجنة المسابقات ولا في ربطة الأندية يطلع للأسف كمان عندنا مجموعة من الإعلاميين والزملاء للأسف الشديد عايزين يملو هوا بإسارة وزمن الإسارة ولا وراح يعني النهاردة هذا الرجل طالع ضد الدولة وضد اتحاد الكورة وضد الربة وضد الجماهير وضد المجتمع وضد الناس وضد التطوير وضد الإصلاح وضد كل حاجة بس عشان أنت فاهم الملف يعني عشان أنت فاهم الملف بتحب أنك أنت لازم تكشف الناس وأنا هنا بطالب المسؤولين حضراتكم يعني كلنا أمل أن نكمل الإصلاح النهاردة اللي حصل من ربطة الأندية بداية إصلاح واخد بالك أنت وانا شرحت لكم بداية إصلاح بس مع اللي فاهم زي حالاتي إصلاح يعني كان ممكن يبمعنا من السنة اللي فاتت لو لا أن رؤساء الأندية ركبوا دماغهم ومضوا على إقرار أن يلعبوا الدوري طويلة تيلة ده وفي الآخر هناك من ظلم ولبس الموضوع وناس افترت عليه وفي النهاية رؤيته هي اللي بتطبق للتطوير وهذا يكفيه أنه هو ببيته وما كانش حاضر والناس بتسني على أنه وضع هذا التصور من العام الماضي وطلب منه منذ شهرين وقدمه بكل احترام وتقدير حتى الشركة اللي جابوها وأنا بس نفسي أعرف الشركة الألمانية اسمها إيه عشان برضي أشرح لحضراتكم اللي حصل إنها قالت نفس الكلام اللي تقال السنة اللي فاتت إياكم والدوري الدوريين تلاتين تمانية نص تسعة تلاتين تمانية لنص تسعة فتيج النهاردة حضرتك تعمل يا بقى موسم استثنائي وكان قرارا صائبا من رؤساء الأندية تحملوا مسؤولياته إلا شخص واحد ظهرت نواياه ضد الدولة والناس والجماهير والأندية والتقوير لأنه ما بيحب يشغل نفسه ونخلي بالك ليس بيني وبينه علاقة لكن الناس دي أنا بشمها فببعد عنها وارجع تاني ولوم الإعلام وزميل الإعلامين كيف يسمحوا لهذا الرجل أن يأخذ هذه المساعة معهم إلا أنهم لا يساعدوا على تطوير القورة أنا كذا مرة يتصل بي حد من عنده بالإعداد طبعا مش بي لأنه لو حد اتصل بي من عنده أهزأوا بالإعداد يقول لهم عايزينه يدخل مع الكابتن عبدالناصر دي نقول لهم ما أنا مبدخرش النازل في البرنامج عندي ولا استضيفه ولكن فجئت يا جماعة أنه متصدر المشهد الإعلامي وقاعدة نسجله حاجات وسيفله حاجات وقلت أستنى اجتماع الربطة عشان كل شيجن شينكشف وبان كل شيجن شينكشف وبان شفت أنه كل شيجن شينكشف وبان دي هو النهاردة كل شيجن كشف وبان كل شيجن كشف وبان ما تحملش الجلسة وراح سبها وماشي وخد ألم على أفاه ما أنزل الله به من سلطان طبعا لما عرف أن بعض الناس اكتهدت وجبتت التفاصيل وانفرجنا بيها الألم خده إزاي ونسوع إزاي فجئت أنه طلع في بعض القنوات ولا بعض المواقع ولا الكلام ده قال لك احنا جينا على جدوى الأعمال ولم يحدث منه شيء والله العظيم أقسم بالله جدوى للأعمال اللي هتتكلم عليه ده لا عايز أن بطاك تثبيتها محترمة ويلا فجئت بأن الاجتماع لإقامة دوري استثنائي وغدرت بعد نصف ساعة لأت تدهزقت وتبهدلت واتنفخت ثم غدرت مصطلحة عمك القديمة وبعد كده كان الراجل طبعا نفسه ليه شهرين بيلف على القنوات ويقضع لك في البوتاجاز والفيسبوك والبوتاكست وتويتر وكل حتة قال لك أنا كنت أقدم لهم دوري من دورين ومجهز المقترح يبدأ في 1 نوفمبر 1.11 وينتهي 10 يوليو 2005 طب مين أنت يعني يا شنطات المقترح مين أنت عايزة فهم مين أنت يعني ومين أنت اللي تب رئيس رابطة يا جماعة شوفوا كل فيديوهات خلال الفترة اللي فاتت وانا قلت للدولة انا قلت للدولة وقلت للمسؤولين متمره ده ما ينفهش رئيس نادي بل إزاي دي رئيس نادي ما ينفهش رئيس نادي وإزاي دي رئيس نادي أنا ما عرفش حتى النادي بتاعه توارى وانتهى وزهب في الوبا لأنه تحول من نادي كنا نفاخر به إلى نادي لسه مسرة وال واللي عايز يكسب من هنا ومن هناك والكلام ده كله وخلي بالك المحروصة دي مصر ما فيش حد يعرفيه تحك على ناسها ولا على أهلها خوصا في هذا النظام العظيم خلي بالك واللي ظانن أنه مش حد عارف عنه حاجة لازم يرجع نفسه لأنه معروف عنه كل حاجة حتى بأمرت المليون جليس سمسرة اللي خدهم من أحد الأندية وكل الناس بتتكلم عنهم اليوم الدول وفي أمور السمسرة أنتوا عارفين والأمورات ما بيباش في أدلة فما دارك تتهم حد ولا تذكر اسمحت ولكن صدقوني النهاردة يعني هذا البني آدم كان شكله وحي جدا ولفضاء طبعا ما مش هينفع يقول جنب الخطيب ولا جنب النازي يعني إزاي يعني إزاي يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يروح كرمك بحد يعرفك حجمك النهاردة وصف اجتماع الرابطة أنه اجتماع انقاذ ورؤية جديدة للقرى المصرية وخدبا حضرتك إزاي يقعد في اجتماع انقاذ يعمل رؤية واحد ما بيفهمش لا ما بيفهمش ده شغلها لنبوها ده بتاع قنوات ده يعني ولا يقرق أن يخرج مع واحد زي لأننا نطق قامله لأنه ما بيفهمش حاجة لكن للأسف الشديد في بعض الزملاء بيدوروا على أي سبيسي يعملوا بي أي حاجة ويملوا بي هوا والسلام يملوا بي هوا والسلام فبيلقوا فاضي يعني الله العظيم يا جماعة بحزن حزن بعدما كان هذا النادي يرأسه عظماء لأفاجأ بأن من يقوده سعليق أو الله يعني يعز علي جدا إن إحنا نبني عشان نعمل صرح عشان ييجي في الآخر يقود ده أو أمثاله فللأسف الشديد أنا يعني حزين أو الله العظيم حزين إنه أفاجأ إنه برضي بيلث على كل القنوات بعدما تقال إنه هو اطرد شرط يعني هو غادر غير معسوف عليه لكي يثبت أنه خرج بطلا وإنه مشى بعد وقته أصير أيا كان ترجمة نانسي قنقر